أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 493 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و552 حالة شفاء و10 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح 4 ملايين وتسعمائة وأربعة عشر آلاف ومائة وخمسة وأربعين شخصا وأشارت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19 إلى أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ 4 ملايين ومائتين وخمسة وأربعين ألفا ومائة وأربعة وخمسين شخصا وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بمملكة إلى خمسمائة وعشر آلاف وأربعمائة وخمس وستين حالة منذ الإعلان عن أول حالة فيما بلغ مجموح حالة الشفاء التام أربعمائة وستا وتسعين ألفا وخمسا مائة وثلاثا وثمانين حالة بنسبة تعاف تبلغ 97.3% بينما ارتفع عدد الوفاية إلى 90.015 حالة بنسبة فتك قدرها 1.8%